لماذا لا يصلح تحتمس الثالث أن يكون فرعون للطهاد والخروج في نفس الوقت وهل فعلاً الكتاب المقدس بيقول لنا فرعون مات ولا لأ مات في الخروج ولا لأ وهتضيف لحضراتكم أقدر أقول عليها مفاجأة وهي نظرية عند بعض علماء المصريات هنلاقيها مناسبة للي بيقوله الكتاب المقدس معرفش إذا كانت صحة ولا خطأ ولكن بس حذكرها لحضراتكم كمعلومة كويس فالموضوع ده حيكون مهم قوي تكملة للأسبوع اللي فات والناس اللي اهتمت بالموضوع الأسبوع اللي فات وكان عددهم كتير وكتبت تعليقات كتير على هذا الموضوع فخلونا ناخدوا مع بعض باختصار شديد تعليقاً على قدمت الأسبوع اللي فات اللي هو فرعون الخروج ولماذا لم يسكر اسمه وكانت التعليقات أغلبها بتتعلق بنقطتين بعض كتير حاول يقول لما يكونش هو نفسه تحتمس الثالث وخاصة أنه زمن تحتمس الثالث يبقى الخروج جايف منتصف حكمه يبقى هو فرعون للطهاد زي ما نقولت الأسبوع اللي فات ويبقى كمان هو فرعون الخروج وناس كتير قالوا ليه ما ينفعش وما قلتهاش وما هايلايتش عليه أن هو تحتمس الثالث أن يكون فرعون للطهاد والخروج في نفس الوقت والتعليق التاني اللي هو وكان عليه بعض من الأسئلة في فترة الأسئلة الأسبوع اللي فات أو الثلاث اللي فات هل فرعون مات في الخروج ولا لا فحسكر الأعداد بطريقة توضحية أكتر من اللي أنا قلتهها في فترة الأسئلة بالنسبة للنقطة الأولانية ليه ما ينفعش أصلا تحتمس الثالث يكون مش بس فرعون للطهاد لكن كمان يكون فرعون للطهاد والخروج في نفس الوقت لأن الكتاب المقدس قال لنا بوضوح شديد أن فرعون للطهاد اللي طرد موسى مات قبل رجوع موسى وموسى رجع عمل الضربات وخرج بالشعب بعد مدى ما كان مات ده قاله الكتاب المقدس نصا كلام ده اللي إيه فيه في سفر خروج صحاح 2 عدد 23 بعد ما اضطرد موسى وعشر مديان وأنجبوا الكلام بكله وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات فلو احنا متفقين أنه تحطمس الثالث فرعون للطهاد وبتاع طرد موسى ده بيقول لنا كتاب المقدس مات قبل الضربات والخروج وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرحوا فصعدوا صرحهم إلى الله من أجل العبودية وأيضا يتكرر نفس الكلام مرة تانية في سفر خروج صحاح 4 عدد 19 وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع إلى مصر لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون مصر فرعون والرجالة بتوعوا اللي كانوا عايزين يموتوك مات ده بيقول لنا سفر خروج مرتين فلو احنا شبح اتفقنا المرة اللي فاتت إن فرعون للطهاد هو تحطمس الثالث أخو حد شبسوت وذكرتها بتفصيل الأعمار ففرعون للطهاد الشعب إسرائيل ده الفرعون ده مات وهو غالبا هل زبادو ده دكتور زبادي إزايك يا عزيزي بركة كبيرة هو غالبا إن لم يكن شبه مؤكد ده حطمس الثالث واللي حصل في أيامه للطهاد وطرد موسى وبناء عليه طالما بيقول لنا بوضوح إنه ده مات قبل الضربات مباشرة قبل رجوع موسى يبقى ما ينفعش يكون فرعون الخروج والضربة ويبقى الفرعون التالي لقعت لتحطمس الثالث هو بقى فرعون الضربات والخروج وحسب التاريخ التالي لتحطمس الثالث هو مين؟ أمن حطب الثاني لكن أمن حطب الثاني استمر فترة من بعد الخروج فترة طويلة فلهذا الفرضية اللي أنا وضعتها وقلت إنه فرعون الخروج هو غالبا شخص حكم لفترة صغيرة كانت مليانة بالضربات وبعد كده غالبا مات في حديثة شق البحر وهو مسك ما بين تحطمس الثالث الشهير وأمن حطب الثاني الشهير أو قد يكون لو فرعون فعلا مماتش في حديثة شق البحر يبقى هو نفس أمن حطب الثاني ولكن في آخر الملفة النهاردة هنعرف إن فيه احتمالية تالتة ونظرية قدمها علماء المصريات وهي دي اللي هضيفها النهاردة كحاجة جديدة مع ملاحظة إنه أيضا ابن أمن حطب البكر مات يعني مش بس ابن تحطمس الثالث مات عشان كده أمن حطب هو مش ابن البكر ده كمان ابن أمن حطب مات وعشان كده تحطمس الرابع اللي هو ابن أمن حطب الثاني ده مش ابن البكر بل كان هناك صراع بين أمن أمن حطب الخمسة على مين اللي يمسك فيهم الحكم وده مسجل بوضوح فيه مسلة اسمها دريم ستيل واللي بيقول فيها تحطمس الرابع إنه هو ابن أمن حطب بس وليس البكر إنه أبو الهول ظهر له لهو أصفينكس ظهر له في حلم وقال له لو شلت الرمال عن تمثالي هيبقى هو الفرعون التالي وعشان كده دخل فيه صراعات لغاتنه هو بإفرار ليه؟ لأن الابن البكر طبعا ما كانش ليه وجه وده ما تزك مذكور فيه وقال له المسلة اللي مذكور فيها هذه القصة والموضوع بتاع تحطمس الرابع وسفينكس أو أبو الهول كويس اللي يفسر بوضوح عدم وجود ابن أمن حطب التاني البكر اللي هو كان لازم يورس العرش والصراعبة بين الخمس أبناء لأن الابن مات غالبا في ضربة الأبكار فخلاصة النقطة دي تحطمس الثالث ما ينفعش يكون فرعون للطهاد وويه فرعون الخروج في نفس الوقت لا هو غالبا فرعون للطهاد بس ليه؟ لأن الكتاب وضح لنا أن فرعون للطهاد ولطرد موسى مش هو فرعون الخروج وضح لنا الكتاب أن هم مختلفين أدخل إلى النقطة التانية بس محتاجة أقدم كترتيب تاريخي في البداية قبل عرض بعض الأعمار أذكر ما قدمته سابقا وهو موضوعها القدم الحضارة المصرية تثبت خطأ تقويم الكتاب المقدس والطفان الجزء الأول والثاني والثالث والرابع قدمت أربع محاضرات للعايز يرجع لهم أنه وضحت فيه أن الحضارة المصرية العظيمة التي اختخت بها جدا كإنسان مصري أيضا هي ليست من خمس تلاف سنة من قبل الميلاد أو من سبعة تلاف سنة لا لا يوجد مصدر واحد بيقول هذا للدعاء لكن كل علماء المصريات كانوا بيستشهدوا بقائمة بأسماء وأعمار الملوك وهي قائمة مينيتو وهي قائمة مينيتو تم إثبات أنها ليست قائمة لتاريخ ملوك ولكن قائمة مقابر ويأخذ قائمة بأسماء وأعمار الملوك في معظم المراجع منها فقالما قائمة مينيتو ثبت خطأها وأن الحضارة المصرية أقصر بكثير مما يدعوه لأنها قائمة للمقابر وليس لترتيب الأعمار وآدي أحد المراجع والثاني يؤكدكم الكلام اللي أنا قلت لحضراتكم وبناء عليه أعمار وأزمنة فرعنة مصر عليها خلافات شدين وعشان كده يمشت لهم متفقين في عمر أي فرعون وخاصة مما هو قبل 1500 سنة من قبل الميلاد ما هو أقدم من 1500 سنة ما فيش واحد متفق على آسف ما هو أقدم من 500 أو 600 سنة قبل الميلاد كلهم تقريباً نختلف على أعمار وكلام ده بيشهد به علماء النقطة التانية اختلافات كتيرة جداً في أعمار الفرعنة ولكن يوجد تاريخين أو تقويمين ما يسمى بالـ High Chronology of Egypt ولدرسين المصريات يمكن يعرفوا اللي أنا بتكلم عنه وأنا غالباً هتمشى النهاردة شوية مع High Chronology of Egypt وهي حبقى دايماً من الأعمار الكتيرة اللي لكم قالوا عليها العلماء العمر ده هو High Chronology وده اللي أنا بتماشى معه ويوجد واحد تاني اسمه Low Chronology of Ancient Egypt وهو الأقل وطبعاً فيه تواريخ كتيرة ما بين الاثنين فمحدش يزعل مني ده أفضل ما وصلوا له علماء المصريات وده اللي بقدموا وأنا بتماشى مع High Chronology وطبعاً المعتاد وجود تداخل ما بين حكم الفرعنة عشان كده هتلاقوا فيه فترات متداخلة كتيرة ما بينه فاللي أظنه لأنه مش متفق عليه الفرعون اللي بيتكلم عنه سفر الخروج لما بيقول ومات يوسف ثم بعدها ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف كان يوسف خلاص مات وعدت فترة زمنية ده قد يكون أحمس الأول ده بعد حدثة طرد الهكسوس فاللي بيتكلم عنه قد يكون اللي بيتكلم عنه سفر الخروج صحح واحد عدد ثمانية أحمس الأول وتماشياً مع الأعمار اللي تولى قبل طرد الهكسوس وطرد الهكسوس تقريباً شبه عليه اتفاء أنه هو تقريباً 1550 لكن مرضو عليه أعمار مختلفة فأحمس اللي تولى ما بين 1560 حتى توفى 1537 وده اللي بدأ اضطهاد العبرانين بعد طرد الهكسوس ومختلف على حكمه ما بين 1570 إلى 1546 وده الهاي كرونولوجين أنا بتماشى معاه ولكن فيه أعمار تانية 1560 إلى 1537 أعمار تانية 1551 إلى 1527 وهكذا ده اللي كرونولوجي فأنا ده اللي بتماشى معاه الهاي كرونولوجي 1570 إلى 1546 كويس ده قد يكون مين أحمس الأول بعد كده يفهم أنه جه بعده عدد منهم اضطهدوا شعب إسرائيل يسميهم الكتاب المقدس استعبد المصريون بين إسرائيل بعنف ده فترة زمنية طويلة تيكون جهة اللي بعده أمنحطه بالأول اللي صرته قدام حضراتكم وأمنحطه بالأول اللي هو ابن أحمس الأول تاني فرعون في الأسرة الثمنتاشر اللي بدأها أحمس الأول واللي تولى عدة أعمار مختلفة عليها لكن الهاي كرونولوجي 1546 إلى 1526 ولكن فيه 1526 إلى 1506 إلى 1525 إلى 1524 وهكذا برضو هتماشى مع الهاي كرونولوجي اللي هو التاريخ ده وهو غالباً اللي أمر بقتل أطفال العبرانين كويس؟ يجي بعده تحطمس الأول تحطمس الأول ابن أمنحطه بالأول ولكن من زوجه أقل وحكم غالباً تماشياً مع الهاي كرونولوجي 1526 إلى 1513 وده اللي في زمنه انتشلت حد شبسوت موسى من الماء اللي هي هاتسو أو حد شبسوت أو هاتسو معة كارع اللي هي تعني بالعدل اللي هي بتحب العدل وعشان كده أشفقت على موسى هذا الطفل العبراني وهي ابنة تحطمس الأول وزوجة تحطمس الثاني يعني هي ابنة هذا الفرعون ولهذا هي لما انتشلته وكان في توقيت مناسب جداً كان هو أدوبك متولي الحكم حاجة بسيطة وهي مشهورة وكانت وقتها فعلاً بنت فرعون وليست زوجة فرعون كويس وطبعاً هي فيما بعد حكمت قبل ما يمسك أخوها الصغية تحطمس الثاني لكن قبل ما هي تحكم حكم زوجها تحطمس الثاني اللي هو ما كانش أصلاً ابن تحطمس الأول لكن عشان تزوج حد شبسوت هو حكم من لو حنمشي برضو مع الهاي كورونولوجي 1513 ل 1499 لكن يوجد أعمار مختلفة بعد ما مات مسكت مين مراته اللي هي حد شبسوت نفسها اللي معروفة في التاريخ اللي انتشلت موسى وهي الفرعون الخامس للأسرة الثمنتاشر والتاني فرعونة مصرية وهي ابنة تحطمس الأول واللي تقريباً اتولدت 1541 قبل الميلاد وحكمت تماشياً مع الهاي كورونولوجي في الوقت ده ابنة فرعون ليست زوجة فرعون وكانت مهتمة بالعمل وتنشيط التجارة اللي سأف زمن أبوها تحطمس الأول فهي كمان كانت بتحاول لأنها مهتمة بالعدل كانت هيها سلطان في هذا الأمر لأن أبوها كان قاسي جداً على الأسيويين زي أبوه أحمس وطبعاً مين أخد منها الحكم أخوها الصغير تحطمس الثالث واللي عزلها وعارفيني القصة دي وتحطمس الثالث فرعون الاضطهاد واللي طرد موسى وأيضاً مختلف على فترة الحكم بتاعه لكن لو حنتماشى مع الهاي كورونولوجي الهاي كورونولوجي لفترة حكم تحطمس الثالث هو 1504 ل 1450 قبل الميلاد كلام ده علشان أكده أنه ده تاريخ مهم جداً هقدم لكم مراجع كتيرة قوي ذكرت هذا التاريخ إن ده فترة حكم تحطمس الثالث فرعون للطهاد وليس الخروج هذه أحد المراجع وليسكر هذا الأمر وإنه ده فترة تحطمس الثالث 1504 ل 1450 وده برفت فرم هاي كورونولوجي في إيجيبت وقدام حضراتكم وده من أكسفورد إنسايكولوبيديا في أينشنت إيجيبت يعني موسوعة أكسفورد ده علشان تاريخ مهم جداً ومش موسوعة أكسفورد بس في كتير أكده هذا الأمر The History of Ancient Egypt نفس الأمر وأيضاً يقول لنا أحد المراجع اللي هو True Egypt يقول تحطمس الثالث نفس التاريخ ومرجع خامس وإنسايكولوبيديا of World Biography نفس الأمر مرجع سادس ومرجع سابع E-History Electronic History وهكذا فقدمت لحضراتكم سبع مراجع تتماشى مع الهاي كورونولوجي إن تحط مسمسك من 1504 إلى 1450 قبل الميلاد يعني قبل الخروج بأربع أو تلات سنين بس حتى الآن متماشين مع بعض ومش بقول إن كلامي 100% صح أنا بقدم أفضل موصل طله كويس وبناء عليه يكون هو فرعون طرد موسى بعد ما نحى حتشبسوت جانبا اللي هي تبنت موسى بنت فرعون فبعد ما نحاها وركنها على جام هو اللي طرد موسى سنة 1486 قبل الميلاد وده يعني مش هتلاقوا خلاف كتير قوي على العمر التاع تحطمس أقصف سوري تحطمس التالت يبقى الكلام اللي احنا بنقوله إلى حد ما قريب من الصحة أقدر أقوله ولو تماشينا مع الهاي كورونولوجي مع كل المراجع دي بما فيها الأكسفورت إنسايكلوبيديا وإن هو مات 1450 يبقى مات قبل سنتين ثلاثة من الخروج يعني قبل رجوع موسى والضربات اللي وضحت إنها ما كانتش يومين ثلاثة ضربات خدت شهور طويلة وقد تكون وصلت إلى ما هو أكتر من سن عشان خاطري أستاذ اللي ناس معلش دكتور زبالي بيحبي يهزر معلش تحملوا عشان خاطري أنا ده أخ عزيز بالنسبالي فرجاء محب هو ده أسلوبه فتحمله كويس لكن لو تماشينا مع التاريخ الأدنى طبعا نلاقي إنه فرعون الخروج هو تحطمس الثالث ولكن لا أمين لهذا الرأي أنا متماشي مع ويبقى تحطمس هو فرعون للطهاد وطرد موسى وليس الخروج طيب وصلنا للنقطتين لغاية دلوقتي نيجي بعدها فرعون الخروج واللي تكلمنا عنه المرة اللي فاتت في شيء من التفصيل واللي مات في الخروج ولو كان مات فرعون فعلا في حدثة شق البحر ويكون مسك بعده مين أمن حطب الثاني دلو كان فرعون مات في حدثة الخروج وده أمن حطب الثاني اللي قد يكون فرعون الخروج أو قد يكون اللي مسك على طول بعد فرعون الخروج أمن حطب الثاني ابن حطم ستالت وليس البكر أمن حطب الثاني برضو مختلف على الأعمار ما بين اللو كرونولوجي والهاي كرونولوجي وما بينهم لو حنتماشى مع الهاي كرونولوجي الراجل مسك ما بين 1446 إلى 1419 أو 1450 إلى 1424 مختلفين على التاريخين دوري ليه هنعرف إش معنى إفدا في الهاي كرونولوجي كمان مختلفين على تاريخين وده بارضو من أوكسفورد إنسايكلوبيدي وغيرها من التواريخ الأخر واللي مسك بعده تحط مصر رابع من 1419 إلى 1386 وزي ما قلت ليس الابن البكر أمن حطب الثاني مسك 26 سنة وده بقى عليه دليل من الأرثار في ستيلا ستيلا مكتوب فيها أو يعني مسلة مكتوب عليها إنه هو حكم 26 سنة أو آسف مش مسلة بعض الأوعية الفخرية مكتوب عليها هذا العمل فإما هو الفرعون اللي لو كان فعلا مسك 1450 إلى 1424 يكون هو فرعون الخروج ولو كان هو 1446 إلى 1419 اللي هو لمسك على طول بعد كارثة الضربات المصرية للمصريين وحدثة الخروج اللي مات فيها فرعون كويس حتى الآن نكمل ما عليش توهدكم بس يمكن الدنيا هتتلمي شوية صغير بالوقت فرعون اللي بعد الخروج هو مؤكد أمنحوته بالتاني من فترة الحكم وأكيد عاش فترة طويلة حتى بما فيها فترة ما بعد الخروج فلو ما كان فرعون مات خلاص احنا كده عرفنا أنه أمنحوته بالتاني لكن لو فهمنا من الكتاب المقدس أنه مات يبقى الفرعون اللي مسك فترة صغيرة في مليان الضربات قبل منحوته بالتاني وأنا أميل أن فرعون الخروج مات أنا عارف بعض الأراء التي قالت منهم أفضل مني بكثير أنه ما مات وما طلعش في الحملة لا الكتاب المقدس يقول أنه طلع ويفهم أنه مات سفر الخروج سفر الخروج مش واضح وما نقدر ناخد منه هل فعلا فرعون مات ولا لا وده اللي أرناه مع بعض الأسبوع اللي فات في فترة الثلاثين فلما بيقولنا سفر خروج سحح 14 فقال الرب لموسى ملك تصرخ إلي قل لبني إسرائيل أن يرحل فأنت عصاكم الديابك على البحر وشق فادخل بني إسرائيل في وسط البحر على اليابس وهأن أشد يدخلوه بلمصريين حتى يدخلوا وراء هم فأتمجد بفرعون وكل جيش البعض يقول يكمل ويقول وتبعهم المصريين ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون لكن لم يقل فرعون وجميع خيل ومركبات لكن يقول كل مركبات فرعون راح فالبعض يفهم منها طالما ما أضف فرعون ليهم يقول لا يبقى يفهم منها أنه ما دخل حتى الآن الكتاب لم يجزم إن كان دخل أم لا وكان في هزيع فرعون وعسكرهم لكن على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب وأزعق عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى سقوها بثقل فقال المصريين نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم فقال رب الموسى مد يدك على البحر لنرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم فمد موسى يده على البحر فرجع فرعون لم يقل رط فرعون وجيشه فبرضو البعض يقول كده يبقى مش فرعون ما كانش معاه نكمل اللي قالوا في التسبحة في صفر خروج خمستاشر مركبات فرعون وجيشه ألقاها في البحر فغرق أفضل جنوده ما قالش غرق فرعون وأفضل جنوده في بحر صوف فالبعض يقول با كده ما ماتش فإن خيل فرعون دخلت دي مركبات وفرسانه إلى البحر ورد الرب عليهم ماء البحر أما بنوا إسرائيل فماشوا على اليابسة في وسط البحر فالعايز يؤكد أن فرعون مات حلاقي ألفاز توافق رأيه والعايز يؤكد أن فرعون ماتش حلاقي ألفاز تؤكد رأيه ولكن أقدر أقول من سفر الخروج ما تقدر تأخد جزم مات ولا لأ لكن مش دا المكان الوحيد الذي ذكر فيه هذا الأمر نلاقي قصة موجودة في مكان تاني يمكن توضح قوي للسه محايد ومش عارف كان زي حالتي وهو في سفر المزامير في سفر المزامير 136 15 يقول الروح القدس على لسان المرن داود ودفع فرعون وقوته في بحر السوف لأن إلى الأبد رحمة كلمة دفع اللي هي كلمة ناعير في العبري هي نفس الكلمة المستخدمة في كروج 14 27 فدفع الرب المصريين في وسط البحر وقرى من ذلك وده رأي ضعف قد أكون مخطئ يرجح بالنسبالي لا فرعون ودفع فرعون لا ذكروا بالإسم وقوته في بحر السوف يعني فرعون مشمل في الغرق في البحر البعض كمان لسه بيجادل في العدد ويقول لا كلمة دفع كلمة ناعير معناها هز شيك ولكن الحقيقة كلمة دفع في الموقف ده حتى لما بترمي حاجة في المياه فبرضو مش هقول 100% ولكن بالنسبالي بناء عدد اللي موجود في سفر مزامير وليس سفر الخروج الأقرب بالنسبالي إن يكون مات في حدثة شق البحر ده رأي لكن العايز يقول لا أما ماتش يبقى هو أما نحط بالتاني أنا ما عنديش أي إشكالية كويس فلو كان فرعون الخروج مات بناء على مفهوم بسيط ليه ما قاله سفر أو خاصة المزمور يكون اللي فعلا مسك فترة صغيرة ما بين تحتمس التالت وأما الحطب التاني وأنا شرحت ليه ما ذكرش اسمه خاصة في الحضارة المصرية ولا الكتاب المقدس شرحت ها التفصيل الأسبوع اللي فات ووضحت السببب في الحضارة المصرية ليه ووضحت السبب في الكتاب المقدس ليه فمش هكرر هذا الأمر كويس لكن هنا أوصل للجزء اللي قلت لحضراتكم هيكون إضافة جديدة معه وهو نظرية حديثة من علماء مصريات والحقيقة أقدم عليها بعض الأدلة من الآخر فتعجبت من استنتاجهم ولكن لقيتها مناسبة جدا وتناسب فعلا مفهومي للي قاله الكتاب المقدس مع التاريخ المصري إيه هي القصة باختصار فاكرين لما الأعمار المختلف عليها الأمنحط بالتاني بما فيها حتى الهاي كورونولوجي لأمنحط بالتاني تاريخين يأمة 1450 مسك الحكم يأمة 1446 اللي لسه مقدمه لكم من موصوعة أكسفورد ده مش الهاي كورونولوجي واللو كورونولوجي هقول لكم الفرعون أمنحطه بالتاني وشرحها بروفيسور أو الحاصل على PHD وليام شيئ وداف اكسودس فروم إيجبت وشرح هذا الأمر إلى حد ما بشيء من التفصيل الفرعون ده بغض النظر عن اختلاف فترة حكمه زي بقية الفرعنة ولو تماشينا أنه طولى الحكم بعد نحية حكمة أبيه تحطمه ستالي في سنة 1450 زي ما قدمت سابقا هو أكشو اللي لقيه فيه إشكاليات في تاريخه عشان كده فعلا هم متلخبطين ده في هاي كورونولوجي هو 1450 ولا 1446 ولو كان 1446 هو ليه في فترة جاب أربع سنين ما بينه وما بين أبو أو ثلاث سنين القصة باختصار شديد وإيه التاريخية إيه الإشكالية في تاريخه عندنا أثار فرعونية لهذا الفرعون أما نحطه بالتالي الأثار الفرعونية لهذا الفرعون متنقضة مع بعض ده مش الكتاب المقدس ولا غيره ده الأثار الفرعونية نفسها هي المتنقضة ليه هذا الفرعون ليه حملة شهيرة جدا وهي كالتالي وموجودة اللوحة بتاعتها في زا أما ده أما ده أليف أن ستيلا ده موجودة في معبد الفيلة وإيه اللوحة دي وبتقول بوضوح إن الحملة اللي قام بيها دي حملته الأولى after the return of his majesty from أبر وتكمل بيت الكلام the first campaign of victory ومشروح نصا في هذا المرجع كويس فعندنا دليل من الأثار واضح كويس جدا بيقول إن الحملة الحربية اللي قام بيها على تاك هي سي تاك سي دي وأحضر فيهم أسرق ليلين زبح منهم سبع رؤساء وهي أول ما رجع لمصل علق رؤوسهم وأكسادهم وإيديهم على مركبته الملكية وهي تبحر جنوبا إلى طيبة ولما وصلت إلى طيبة أخذ ستة منهم وعلقهم على صور المدينة والسابع أرسل رأسه على مركبه ويعلقه على صور نباتة في النوبة وهكذا قصة مشهورة جدا وليها مسلة القصة بتاعت الحملة بتاعته دي ومذكورة باسم إيه الحملة الأولى اللي قام بيها واستغرقت ثلاث سنين بعد التوليه الحكم بعد موت أبي حطمس الثالث حلم ومش بس الأثار الوحيد يوجد أثر تاني مسكور نفس الأمر أيضا ليه لوحة أخرى أنه ده في سفينكس ستلة أنه تولى عن عمر 18 سنة يعني عندنا لوحة بتقول أن تولى بعد حكم أبي وعمل حملة ثلاث سنين ورجع فيها منتصر من المكان الفلان لوحة تانية بتقول الفترة التي حكم فيها أمن حطب 18 سنة وبعد كده بقيت فترة حكمه سنة الرابعة والخمسة والستة ما عندناش لا حس ولا خبر لكن نلاقي أمن حطب التاني بعد ذلك السنة السبعة والسنة التسعة المفروض بعد أحمس آسف تحطمس ليه حملتين واحدة في السنة السبعة بعد وفات تحطمس الثالث والحملة الأخرى في السنة التسعة واحدة منهم مسجلة في منفيس والأخرى مسجلة في الكارنك بوضوح اللي في السنة السبعة كانت على مكان مختلف اللي هي على سوريا ولكن هنا تظهر الإشكالية عند علماء المصريات إيه هي اللي متسجلة في السنة السبعة من موت تحطمس الثالث مكتوب عليها بوضوح أنها حمل أمنحط بالتاني الحملة الأولى أو الحملة قام بها وليس التانية وقادي مرجع بيشرح هذا الأمر وهذه الإشكالين اللي تهو مني عندنا أمنحط بالتاني قام بحملة في السنة الثالثة من بعد موت أبوط حطمس الثالث وحملة مسجلة بوضوح في أحد الأثار واسمها حملته الأولى بعد كده أمنحطه بالتاني هو نفس الاسم في السنة السبعة من موت حطمس الثالث لحملة لمكان مختلف في سنة مختلفة في الأثار المصرية اسمها الحملة الأولى يا مين فيهم الحملة الأولى دي ولا دي وهي دي المشكلة عند علماء المصريات عندنا لحتين لحملتين مختلفتين في سنتين مختلفتين كل منها بتقول إنها الحملة الأولى لا أمنحطه بالتاني فدي مشكلة لغاية دلوقتي منهاش حل بالنسبة فهمتوني في النقطة اللي أنا بقولها ولا توهتكم تماما عندك فرعون بنفس الاسم ليه حملتين في سنتين مختلفتين بالأثار الاتنين موجودين كل حملة منهم بيقول فيها فرعون دي حملة الأولى حلوها انتوا بقى طيب يمكن يكون ده خطأ في لوحة منفيس هو بدلا ما يقول حملة التانية قال حملة الأولى لا تجي الحملة التالت اللي هي في السنة التاسعة من موت تحتمس الحملة التالت اللي هي لوحة الكارنك تقول دي حملة التانية بعد سنتين من حملة سوريا لا القصة دي فيها اشكالية يعني أمنحطب التاني قام بحملة متسجلة وبعد كده فرعون فرعون اسمه أمنحطب التاني قام بحملتين الحملة الأولى والتانية بس في سنين مختلفين بهذا أمنحطب التاني المذكور في اللوحتين دولة السبعة والتاسعة تتجاهل تماما الحملة السنة الأولى أو لا تنسب السنة الحملة اللي في السنة الأولى بتنسب هالو ما بتنسب هالوش فهمتوني أيضا في مشكلة مشابهة وهي تاريخ تعيين أمنحطب اللي هو مفترض تولى وعندنا دليلين من الآثار الدليل الأولاني أنه تولى مباشرة بعد أبوت حتم الثالث وعندنا دليل تاني أنه تولى بعد فترة غياب بعد أربع سنين من حتم الثالث وعشان كده الهاي كرونولوجي عنده تاريخين إما تولى 1450 إما تولى 1446 إيه القصة وده أحد العلماء أنه يوجد عندنا اثنين باسم أمنحطب التاني ده احنا كده عندنا اثنين أمنحطب التاني واحد مسك فعلا بعد تحطم الثالث مباشرة وقعد أربع سنين قام فيهم بحملة ثلاث سنين وانتصر فيها وسجلها وبعد اختفاء أو شيء مسك واحد تاني باسم نفس الاسم أمنحطب وهو أيضا من أبناء تحطم الثالث وقام بعدها بحملتين وسجلهم في المنفيس وكارنك وفعلا فيه محاولات لإخفاء بعض أثار تحطم وغالبا قد يكون ألف فقال هذا العالم قال كده أنا الفرضية دي اللي أنا بقدمها أنا هتماشى هقول عندي أمنحطب التاني ألف اللي لأثار بتاعة تولى بعد تحطمس الثالث مباشرة وقام بالحملة العسكرية وعندي أخو أمنحطب التاني به وهو اللي تولى بعد أحمص بأربع تحطمس بالتالث بأربع سنين وهو اللي أم بالحملتين سبعة وتمانية وبهذا يكون اسم يعتبر اسم كمال دي يعني إله ده مش فرعون بيعتبر زي مثلا البابليين إن هو يعتبر نفسه ممثل للإله على الأرض لا الفرعون هو بيعتبر هو هو نفسه الإله واللي حمل نفس الاسم أمنحطب التاني علشان يداري الجزء اللي حصل من تاريخ مصر في الضربات والكوارث بتاعتها والكارسة اللي حصلت في جيش مصر وتولى من 1446 وقام بالحملتين الحملة الأولى بتاعته سنة 1444 واللي متسجلة بوضوح حملة الأولى والحملة التانية 1442 واللي متسجلة بوضوح الحملة التانية ولذلك لم ينسب الحملة اللي قام بيها أمنحطب التاني آلف لم ينسب ها المس وبناء على هذه الفرضية تكون كل المشاكل في لوحات هذا الفرعون اللي فيها مصايب اتحل التمام لما عرفنا أو لو افترضنا أو تمشينا مع فرضية أو نظرية أنه جهه واحد حمل نفس أخوه جه حمل نفس اسمه وخد مكانته بالكامل وبناء علي تكون كل التضارب ما بين اللوحات الفرعونية تم حلها بناء على هذه المزارية حد تفهمني وإذا أيضا يحل الفترة العمرية الغامضة عند كتير من علماء المصريات ليه عندي أربع سنين غامضة ما بين تحط مستالت وي أمنحطه بالتاني وتحط مستالت اللي مات بناء على 1450 قبل الميلاد وأمنحطه بالتاني اللي تولى 1446 واستمر بناء على أحد اللوحات اللي تؤكد أنه مسك الحكم 18 سنة واستمر يحكم 26 سنة لغاية 1419 قبل الميلاد وفترة حكم 26 سنة مسجلة على أوعية فقارية وقاد المرجع اللي بشرحها بالتفصيل لو نتماشى مع هذه النظرية يكون أمنحطه بالتاني ألف بتاع بقى الدربات والخروج هو فرعون الخروج وهو اللي فعلا مات لو تماشينا مع المفروم اللي قاله المزمور 136 ويكون أمنحطه بالتاني به هو اللي تولى على طول بعض الكارثة اللي حصلت للجيش المصري بعد الخروج وهو اللي قام بالحملة تاني بعض الحاجات تميل أو تعطي أدلة أكثر على هذه النظرية ايه هي يوجد نص أيضا لأمنحطه بالتاني وغالبا أمنحطه بالتاني به بيعبر فيه عن كره الشديد جدا للساميين وعداء ليهم وقادي مرجع اتنين بيشرحوا هذا الأمر بينما عندي لوحة لأمنحطه بالتاني واللي هو غالبا أمنحطه بالتاني ألف ما عندوش إشكالية يكون عنده عبيد عبرانيين ساميين لا ده احنا عندي كده شخصيتين مش شخصية واحدة شخص عنده عبيد عبرانيين قبل الخروج وشخص تاني بعد الخروج واللي حصل فيه بيكره تماما حاجة اسمها عبرانيين ما بيطقهمش ليه لأنهم أحداثوا خراب للبلاد كتيرة جدا لذلك لوحة أمنحطه بالتاني ألف توضح أنه عنده عبيد عبرانيين لوحة بتاعة أمنحطه بالتاني به توضح أنه بيكره حاجة اسمها الساميين ومعندوش عبيد عبرانيين وطبعا يكرههم لأنه سبب موت أخي والهزيمة المصر وهز صمعة مصر وهكذا وزي ما وضحت تمتحط مستالت كان ليه 242 زوجة مصرية و640 سبية عبرانية أمنحطه بالتاني لم يذكر أنه أي زوجة من العبرانيات ولا لبعضه أيضا زي ما قلت في الملف السابق من الملفت للنظر أن أمنحطه بالتاني اللي غالبا أمنحطه بالتاني به الحملتين اللي قام بيهم كان مهتم جدا أن يجيب أسرع عشان يشتغلوا عبيد ففي اللي اتكلمنا عليها في السنة التاسعة من موت حتمس التالت جاب فيها 101 ألف أسير عشان يصبحوا عبيد وخدام في مصر ده رقم ضخم جدا ما بين أبو حتمس الأول اللي ما كانش بيجيب أسرع غير عشان يقتلهم من القادة وما بين أمنحطه بالتاني ألف الحملة بتاعته الوحيدة اللي قام بيها كل اللي أيضا في هذه اللوحة اللي بيعبر فيها أمنحطه بالتاني به عن كره للساميين نفس اللوحة دية بيحذر جدا من الصحرة ده مصر بتحترم الصحرة جدا دول الكهن هم الصحرة فغريبا يطلع فرعون يعبر عن كره الشديد للساميين والصحرة ده غالبا كان عنده خبرة سيئة جدا مع الصحرة المش مصريين مش كهنة مصر وده يتفق تماما مع ما ذكروا الكتاب المقدس اللي عملوا موسى اللي اعتبروا في البداية صحر وانتصار موسى على صحرة مصر وقادي بأحد المراجع يشرح هذا الأمر برضو بشيء من التفصيل أيضا أبحاث في المميائيات المصرية تتفق مع نظريت هؤلاء العلماء وهي فرعون الثالث لو كان مات فعلا في حديث شق البحر بيقولنا انه اسرائيل والعدد اللي هو في سفر خروج 14-30 فخلص الرب في ذلك اليوم اسرائيل من يد المصريين ونظر اسرائيل والمصريين أمواتا على شاطئ البحر هنا هنضطر نفترض فرضية أخر هي الفرضية الأخبار في كتير من جسس المصريين لما قفل البحر وموتهم رماهم على الشط الشط المصري أو من الناحية المصرية لو هنفترض احنا كده افترضنا ان فرعون مات وده اعتقد هو الأقرب للصحة ونفترض ان فرعون معاحد منهم من دول الناس اللي تراموا أموات على شاطئ البحر طب نتوقع المصريين هيعملوا ايه فرعون بتاعهم اللي مات غرقا وفي حتة بعيدة هتختلف عن باقي الفرعنة اللي بيموت وموت طبيعية ويبتري تحنتهم مباشرة بعد الموت ومش بيموت بالغرق معايا لو في حد سمعني بس لأن التكست واقف تماما لو في اي حد سمعني يكتيب لواحد طيب اشكر ربنا ان في ناس لسا متابعني بعد ومزهقت كم بالمقدار ده بركة كبيرة يبقى لو فعلا احتمالية انه مات ودل اميل اليه واحتمالية انه كان جثته من ضمن الترمو على شاطئ البحر من الغرق نيم يبقى لو لقيت ممياء تنفع دي تضيف لي قوة لهذه الاحتمالية فعلا عندنا ممياء لأمون حطب التاني وهي غالبا لأمون حطب التاني به اللي تولى 26 سنة زي ما بتقول لنا الاثار بوضوح وطالما تولى 26 سنة وكان لما مسك الحكم 18 سنة يعني نص في نص الاربعينات مات عن عمر نص الاربعينات بالفعل ممياء أمون حطب التاني اللي في مقبرة رقم 35 من واد الملوك حدد عمر هذا الفرعون بأشعة X إنه فعلا لووه تقريبا مات عن عمر 45 سنة مناسب تماما اللي أمون حطب التاني به واد الريفرنس اللي بيتكلم على تحديد عمر الفرعون ده بأشعة X للممياء بتاعته يعني أمون حطب التاني به لمات غرقان ولا حاجة رجل مات زي الفل عن عمر 45 سنة واتحنط كويس بس يكون غير معروف أصلي أمون حطب التاني خلاص الاسم ده تاخد فتكون الفرعون غير معروف بس تكون من الأسرة 18 وفي منتصف الأسرة 18 بس عمر يكون أصغر بكتير من الأربعينات لا ده يكون لسه في العشرينات من عمره لأنه ما حكم 26 سنة ده حكم من 34 سنين فلو حكم على العمر 18 سنة وحكم 4 سنين يكون مات على العمر 22 سنة غرق وهذا ما تم إيجاده فعلا وجدوا ممياء تعود للأسرة 18 من منتصف الأسرة 18 لفرعون غير محدد الاسم فعلا ولكن ممياء لفرعون بطريقة الممياء الفرعون المميزة في الأول افترضوا أنها لتحطمس الأول لكن سبت خطأ الكلام لأن تحطمس الأول الرجل كان قائد عسكري وحكم فترة طويلة لكنها ممياء لفرعون أصغر بكتير من أن يكون لتحطمس الأول المفروض يحطمس الأول في منتصف الأربعينات بداية الخمسينات لما حديدوا عمر الممياء بأشعة X طلعت في بداية العشرينات ففرضية أن الممياء الغير محددة ينسبوها لتحطمس الأول فشلت الممياء وجدت في دير البحر وتم تحديد عمرها بأشعة X أن فعلا الفرعون من الأسرة 18 في منتصف الأسرة 18 في أول العشرينات وقاد المرجع اللي بيشرح هذا الاختبار على هذه الممياء الفرعونية فعندنا ممياء لفرعون غير محدد الاسم تعود للفترة الزمنية اللي بنتكلم عليها هذه الممياء كمان السن مناسب جدا في أول العشرينات مش بس كده الممياء دي وجد بيها أشياء غريبة غير معتادة على ممياء الفرعونية وقادي صورة الجمجمة بتاعتها أول حاجة هذه الممياء على عكس الفرعونية اللي لازم يستخرجه الأعضاء الطرية زي المخ وغيره الممياء دي لم يتم استخراج أي أعضاء منها لكن الممياء ده كل اللي عملوها فيها انهو خدوها وغمروها بأملاح النطرون عشان يلحقوا يحفظوها بسرعة وده يوضح سرعة الدفع وعشان كده ما استخرجوش الأعضاء زي بقية الممياء الفرعونية اتنين لم يجدوا عليها طبقة المواد الصمغية اللي بتغطي ممياء الفرعون لأن خطوة دي بتاخد وقت طويل جدا فده واضح برضو انه كانوا محتاجين يحفظوها بسرعة شديدة وده بسبب وضعها في أملاح كتيرة ولكن بسبب وضعها في أملاح النطرون كتيرة جدا تعتبر واحدة من أفضل الممياءات التي وجدت حفظها وقادي مرجع بشرح هذا الآن ويقول زي ايرونيك ان الممياء الوحيدة الغريبة اللي مش عارفينها اللي لم تحفظ بالطريقة المعتادة للممياءات الفرعن هي أحسن واحدة عادت لنا حتى الآن فهي أفضل حفظا لأنها لم تحنط بالطريقة المعتادة أيضا لقيوا حاجة فيه ان رأسه محلوقة تماما ووجدوا إصابات في الأنف والخد الأيمن حدست لجسده قبل مباشرة أو أثناء ما بيموت يعني تعور في منخير وفي خد وهو بيموت ما عندناش فرعون من الأسرة الثمنتاشر فتل صغير في أول العشرينات في منتصف الأسرة الثمنتاشر أثناء حرب عشان تكون بيه هذه الإصابات عشان كده افترض أحد العلماء آخر إنها لأحد أبناء تحطمص الأول أو تحطمص الثالث وهو فعلا يصلح أن يكون ابن التحطمص الثالث ليه لأنه اللي مسك بعد تحطمص الثالث ويمات في حدثة الخروج وبعده تولى أمن حطب الثاني أو اللي شال اسم أمن حطب الثاني عنه بعد حدثة الخروج وده يجعل مناسب تماما أمن بالتاني ألف اللي عندنا الممياء بتاعته دي اللي أتكلمت عليها وهو يكون فرعون الخروج اللي فعلا مات في حادثة ومعجزة شق البحر ولكن مرة تانية ده كلها تعتمد على نظريات زي ما قدمت لحضراتكم مش بأجزم إنها صحيح 100% ولكن أفضل ما وجدت أو عرفت حتى الآن في هذا الأمر عشان التعليقات اللي اتسألت في هذا الموضوع أتمنى أكون يعني ما أخطأتش كتير وآسف لكنت أخطأت في شيء وربنا يبارك حضركم أتوقف عند